اهلا بكم من جديد اعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن الموافقة على الاستخدام الطار للقاح المعتمد والجديد على البروتين المتلف من شركة سينوفارم سي ان بي جي يأتي القرار عقب المراقبة والتقييم الصانم لبيانات الدراسة التي تم اجراؤها في دولة الامارات واكدت الوزارة ان هذا الاستخدام الطار للقاح يتوافق بشكل تام مع اللوائح والقوانين التي تسمح بمراجعة اسرع لاجراءات الترخيص وذلك في اطار جهود الوزارة الشاملة والمتكاملة بالتعاون مع الجهات الصحية لتعزيز وقاية افراد المجتمع من جائحة كوفيد 19 في الدولة